السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المبدعين والمميزين والمتفوقين بإذن الله تعالى معكم ميس جنان فرحاني معلمة مادة الكيمياء في منصة جو أكاديمي اليوم رح نبدأ بمراجعة لمادة الشهر الأول لمادة الكيمياء للصف العاشر طلاب الحلوين بدنا نبدأ بمراجعة صفحة وقوية هاي المراجعة رح تفيدك للامتحان النهائي رح نلخص فيها معظم المفاهيم يلي إحنا محتاجينها كطلاب وإن شاء الله رح تكون كافية لدراستك يومي الامتحان طبعا هل يامس نكتفي بالمراجعة؟ اكتفي بالمراجعة وبضمن إلك إنها تكون أمورك 100% فيها بس بشرط بدك تكون متابع من البداية أول بأول ودارس المادة من البداية أول بأول وإنت فعليا قاعد بهاي الساعة اللي هي ساعة المراجعة قاعد بتراجع معي المادة فنحكي بسم الله ونبدأ مع بعض وجهز أغراضك قدامك كاسل نسكافية بتعرفوا كاسل نسكافية عندي أنا أول إشي بالشرح دك تكون جهزها قدامك ونصحصح معي أقلامك ألوانك النوت السبعونة ودفترنا يلي إحنا أصلا ملخصين عليه كل إشي فنحكي بسم الله نبدأ مع بعض بمراجعة الكمياء الصف العاشر معي أنا معلمتكم ومحبتكم أكيد نسجنا الفرحان طبعا بدنا نلخص أهم مادة في امتحان الشهر الأول يعني إحنا ما قلنا فترة داوميا فبالعادة رح نحتاج لدراسة الدرس الأول والثاني نادرا نادرا ما يكونوا طلاب في امتحان الشهر الأول واصلين للدرس الثالث إلا إذا المدرس سونك يعني ممكن تمام طيب فرح يكون في عنا مراجعة على مادة الشهر الأول اللي هي المادة اللي بالعامة معظم طلابنا 99.9% من طلاب مملكة بيمتحنوا فيها في جزء رح يمتحنوا بس درس أول لسا ما وصلوا الدرس الثاني في جزء رح يمتحنوا الدرس الأول والثاني هي صح درس أول والثاني بس قدي زخميا فيهم معلومات كتيرة تمام فهي مادة قصيرة بس بزخم تبير بس مش صعبة سهلة فبداية الدرس الأول يلي تحدثنا فيه عن التفاعلات الكيميائية طيب قبل ما نحكي ونراجع التفاعل الكيميائي بدنا نتذكر الفرق بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي حكينا التغير الفيزيائي هو التغير البطرق على المادة لكن ما بيغير من المادة نفسها من تركيبة المادة نفسها بضلها هي هي بصالة لهم ممكن ممكن تتحول من صلب لسائل أو تتحول من صائل إلى صلب أو بغض النظر عن التغيرات اللي بتحدث إلها فالتغير الفيزيائي يعني تغير بس تغير بإيش؟ في الخواص الفيزيائية للمادة مثل حالتها مثلا وقت تكون صلبة صارت سائلة أو العكس وشكلها وحجمها مكعب الجليد بنصهر بس عبارة عن ماء تغير شكله تغير حجمه تغيرت حالته فالثلاث شغلات تغيرت لي من تغير الفيزيائي إلها وأهم إشي بعد ما يحدث تغير الفيزيائي عن المادة هل بنتج عنده مادة جديدة؟ لا بنتج مادة جديدة تمام؟ هاد بالنسبة لتغير الفيزيائي عفوا هلأ التغير الكيميائي يا مس مثلا جبت قطعة من فيلز المغانيسيوم والمغانيسيوم عرضته لمصدر حرارة أول إشي رح يعطيني إضاءة قوية ورح ينتج عنه أكسيد المغانيسيوم هاي المادة الناتج عندي فهالي المغانيسيوم والمادة اللي نتجت اللي هي أكسيد المغانيسيوم اللي هو الرماد اللي بنتج عنه بعد ما يحترق هل يلهم نفس الخواص؟ هل المادة نفسها؟ لا صار في عندي تغير في الخواص الكيميائي لتركيبة المادة نفسها فدائما بنحكي هذا تغير كيميائي وهي تغيرات بنتج عنها مواد جديدة بتختلف في خصائصها عن خصائص المواد الأصلية تمام لحد الآن قاعدين بنحكي مع علومات مش جديدة علينا يعني حكينا لما عرفنا فيه أنه تغير كيميائي وتغير فيزيائي هذا بتظل المادة هي هي بس ممكن حالتها شكلها حجمها يتغير بالتغير فيزيائي وأما التغير كيميائي لا بنتج عنه مادة تاني تماما مختلف بكل خصائص الفيزيائي والكيميائي بينما لما يجبنا نحكي مربط التغير الكيميائي بالتفاعل الكيميائي التفاعل الكيميائي بس ممكن تكون مادتين ممكن أكثر بيكون لهم تركيب معين مثلا عندي هون الهايدروجين H2 عبارة عن ذرتين هيدروجين مع بعضهم البعض الكلور على شكل CL2 عبارة عن ذرتين كلور مع بعضهم البعض لما بدهم يتفاعلوا مع بعضهم بدوا ينتج عنهم 2 من الـHCL رح ينتج HCL مع HCL رح يحدث كسر للرابطة بين ذرتين من الهايدروجين وهون رح يحدث كسر للرابطة بين ذرتين كلور ورح ينتج رابطة جديدة رح تكون عبارة عن رابطة بين هيدروجين وكلور وبين هيدروجين وكلور تخيلوا كانت الرابطة بين هيدروجين وهيدروجين وكلور وكلور اتغيرت تماما صارت بين ايش و ايش بين هيدروجين وكلور تمام طيب ففعليا تفاعل كيميائي لما تفاعل عندنا الهايدروجين مع غض الكلور انتجوا لي كلوريد الهايدروجين اللي هو الـHCL طبعا بيختلف اكيد بخصائصه عن المواد المتفاعلة فهنا في عندي مادة ناتجة تختلف بخصائصها عن المواد المتفاعلة وهون بقدر احكيك انه هاد ملخص لمفهوم التفاعل الكيميائي ففعليا بتتكسر روابط المواد المتفاعلة لانتاج روابط جديدة الله عليكم الله طبعا ما ننسى انه الرابطة اللي بتنتج هان هي عبارة عن رابطة تساهمية وهاي الرابطة بين هيدروجين هيدروجين تساهمية تمام هاي روابط كلها تساهمية هنا بنحكي لما اخذنا مثال على تفاعل كيميائي طب يا مسجنان ما المقصود بالتفاعل كيميائي المقصود بالتفاعل كيميائي وهون اللي هو بهمنا عملية باي عملية بيحدث فيها تكسير للروابط في المواد الناتجة لانتاج مواد جديدة تختلف بخصائصها طبعا عن المواد المتفاعلة بتنتج ليه عن طريقة روابط جديدة اصلا فتكسير للروابط بين ذرات عناصر المواد المتفاعلة اذا مين مواد المتفاعلة بيحدث تكسير في روابطها وتكوين روابط جديدة وين موجودة هالروابط الجديدة وين بالمواد الناتجة وممتازين فتكوين روابط جديدة بين ذرات المواد الناتجة وبينعيد ترتيب هاي الذرات مرة اخرى بس اهم اشي من ظلم ثبتين عدد هاي الذرات بدو يضل هو هو ونوع هاي الذرات هو هو يعني ما بصير ابدا تيجي تحكي لي والله هون عندي ذرتين هيدروجين ذرتين كلور بس هون طلع عندي ذرت كلور وثلاث ذرات هيدروجين ما بصير دخلت ذرتين بدو يطلع ذرتين دخلت اربع ذرات بدو يطلع اربع ذرات دخلت كلور وهايدروجين بدو يطلع مادة ناتجة فيها كلور وهايدروجين مشو حيطلع فيها رصاص من وين ايجا ما بزبط الماده لا ايش حكينا الماده لا تفنه ولا تستحدث منها العدم يعني ما بتجيك ماده من الهواء هيك من اللاشئ ولا بتندهي الماده وفعليا بتروح للماله نهايه كمان تمام فنفس النوع هيدروجين كلور هيدروجين كلور نفس عدد الذرات ذرتين ذرتين هنا ذرتين هيدروجين ذرتين كلور هاي اللي اتنين بتتوضع عليهم تمام طيب بعدين لازم لازم لما نيجي نحكي عن تغير كيميائي هي عبارة عن حلقة باجي بحكي عن تفاعل كيميائي طب التفاعل كيميائي كيف بعبر عنه بمعادلة كيميائية ركزوا شو واحكي لما يكون في عندي تغير كيميائي ماده ناتجي تختلف تماما عن الماده الاصليه لما احكي تغير كيميائي يعني انا حدث عندي تفاعل كيميائي يعني حدث تكسير للراوابط بين المواد المتفاعل وانتج رواب الجديد في المواد الناتجه ما الحفاظ على اعداد الذرات ونوعيتها نفسها نفسها في كلا الطرفين Ouaisهي بالمواد الناتجة والمواد المتفاعله طيب صار تغير كيميائيiekunun كميرا نتجك تفاول كيميائي بدي اعبر عنه شايفين شو بحكي تدي أعبرا عنه بالمعادلة الكيميائية الموزونة تذكر موزونة مش حكين بسم يا ميزان مش بحكي تذكر حكي ن knew it had to Bolt Excuse Me المعادلة الكيميائية الموزونة يامس هي عباره عن تعبير بالرموز وايضا بالصياغ بين المواد المتفاعلة والناتجة يعني بدن ما انا احكي الكلور زائد الهيدروجين لقد انتج لدينا كلوريد الهيدروجين ما فيها ما في داعي بكتبها بالرموز والصيغ الكنيائية وببين نسب تفاعلها يعني اعداد الذرات بمعنى اخر وحالاتها الفيزيائية هي كانت المادة صلبة سائلة غازية انا بقدر احكم المادة بأي حالة فيزيائية تكون لا حسب التفاعل اللي عندي طيب والظروف اللي بيجري فيها التفاعل بما يحقق قانون حفظ الكتلة طب ميس لحظة شو قانون حفظ الكتلة خلينا نراجع باجي بحكي تتذكر لما حكينا انه كتل مواد مواد المتفاعلة والناتج بدا تكون بالضبط نفسها اه نتذكر فحكينا على ماذا ينص قانون حفظ الكتلة المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم لا تفنى يعني ما بتنتهي هيك في الاسباب ولا تستحدث من جيبها من العدم من الملاشئ لا اثناء التفاعل الكيميائي فعليا يجب ان تكون مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة يعني انا لو كانت كتلة الكلور مع الهيدروجين كلهما بساويلي 70 جرام او نحكي 70 ميلي جرام لازم المادة الناتجة تعطيني 70 ميلي جرام مثلا مثلا تمام فقط هاي هي الفكرة عنا طيب اخدنا هون طبعا يعني عبارة عن مثال بسيط بيعبر الي عن تفاعل الاكسجين مع الزئبق وانتاج اكسيد عنا الزئبق تمام فبيجي بحكيلي انه هون تفاعل 7 جرام من الاكسجين شايفين 7 جرام من الاكسجين مع 93 جرام من الزئبق فالوضع الطبيعي انه شو بدي يكون الناتج عندي 7 جرام وتهدتو 90 جرام معناته الناتج المجموع في المواد المتفاعلة كان عبارة عن 100 جرام معناته اوكسيد الزئبق رح ينتج كمان رح تكون كتلته 100 جرام مستحيل تطلع كتلته يعني 99 تمام بتطلع نفس بالضبط لان احنا خاضعين في المعادلة الموضوني لقانون حفظ الكتلة بنلاحظ كيف احنا ثبتنا هذا الموضوع ثبتناه واثبتناه عن طريق انه هون عندي ذرتين من الاكسجين هون عندي ذرتين من الزئبق وهون اثنين من الزئبق واثنين من الاكسجين فاعداد الذرات هي هي فطبيعي الكتل بدا تكون هي هي تمام فكيف منثبت انه مجموع الكتل المواد فعليا نفسه منثبته عن طريق انه عدد انوع الذرات نفسه يعني اكسجين وزئبق طلع معنا مادة من اكسيد الزئبق مكونة من اكسجين وزئبق مستحيل تنتج المادة مثلا مكونة من الكلور ولا من الرصاص ولا من الحديد ماذا تمام ليش انه حكينا المادة لا تفنه ولا تستحدث من العدم وحكيناها ساطفا فانا فعليا بثبت انها قاض على القانون حفظ الكتلة من خلال اعداد الذرات ونوع الذرات اللي هو نفسها فعليا نحكي نوع الذرات نفسه في المواد المتفاعلة والناتجة لم يتجزأ او يتحطم او يستحدث انما فقط فقط تم اعادة الترتيب وهون كان الاكسجين مع الاكسجين وهون كان الزئبق تمام هون كان اكسجيني مع اكسجيني هون زئبق وهون زئبق فبس صار فيه ترابط بين كل زئبق زئبقة واكسجيني مش احنا مدلعهم دايما طيب كمان انا هنا كمان مثال بيعبر عن احتراق غاز الايثان اللي هو السيتو اتش سيكس فطبعا لما نحكي احتراق اكيد يكون تفاعل مع الاكسجين كلمة احتراق احتراق المغانيسيوم معنا معناته انه هو تفاعل مع الاكسجين تمام طيب فانتج الي النواتج متعددة تالية طبعا هنا بس بيبين الي انه تركيب الاكسجين والايثان كيف تم انه اعادة ترتيب الذرات فقط يعني هي ضلطية هي بس تم اعادة ترتيب الذرات وهذا الشكل طبعا بيبين الي مثلا المادة ا ذرات العنصر المادة ا كتلتها الكلية اربعة تمام بين ذرات العنصر المادة بي كتلتها الكلية ثمانية فرح ينتج الي مركب مكون طبعا من كتلة المادة ا اللي هي اربعة زائد كتلة المادة بي اللي هي ثمانية فرح ينتج كامل الكتلة اللي هي هتكون عندي اطناش تمام طيب بعدين مننتقل لكتابة المعادلة الكيميائية الموزونة طيب كيف بنكتب معادلة كيميائية موزونة احنا ابتحدنا اذه عبر عنه بتفاعل كيميائي و التفاعل كيميائي بنعبر عنه بمعادلة كيميائية وشرطني انه هاي المعادلة تكون قابعة لقانون حفظ كتلة يعني كتلة المواد فيها المتفاعلة بين فبنهم تعطيني ناتج كتلة المادة الناتجة طيب كيف بدي اعبر عن معادلة الموزونة اصلا يا مسجدان اشبا احكي لك كالتالي اول اشي لما انا بدي اعمل اي معادلة موزونة بدي افهم اوشي شو هي المعادلة الكيميائية رغم انو احنا اخدناها بتافع واخدناهم بتامن مش جديدة علينا بس بدنا نعمل مراجعة تمامو لما نحكي مراجعة انا بفترض انو الطالب مش حاضر معي ولا اشي هيك بفترض تمامو انو في طلاب غيركم طلابي انو طلاب بطاقات قاعدة بيحضر الحصة لأول مرة فمنساعده بانو هو يجمع خيوط افكاره جميعها بموضيع اخدناها صادقة نفترض انو انا عندي المادة اي تفاعلت مع المادة بي لانتاج المادة سي طيب اول اشي كيف بنعبر عن المعادلة الكيميائية بنعبر عنها بمادة اي مثلا تفاعلت زائد يعني تفاعلت مع المادة بي الطرف يلي قبل السهم يعني يلي جاي من الطرف السهم هذا بنسمي طرف الموضوع المواد المتفاعله مالنا على الازراء اليوم طيب واللي بعد السهم شو بنسميه المواد الناتجه تمام طبعا المواد المتفاعله بيفصل بينها زائد طب المواد الناتجه كمان ممكن يكون عندي المادة سي نتجه مع المادة دي مثلا تمام طيب وبعدين في عنا سهم باتجه من المتفاعلات للمواد الناتجه طبعا هو السهم بفصل المواد الناتجه على المتفاعله طب لو انا مثلا مثلا افترض اني انا حطيت هذا المثلت فوق السهم شو بيعبر هذا المثلت هذا المثلت بنسميه دلتا دلتا بنحطها فوق السهم يعني بنعبر فيه عن حراره انه هذا التفاعل مثلا نحتاج لحراره فانا زودته بحراره ومش كل التفاعلات بتحدث هيك احطوا المادة دقيعة بها حدث التفاعل لا في من هذك تحكي لها اسمعي ايه اسمعي بي هي تحتكم حراره ويا ولكم اذا ما بتتفاعله في هيك تفاعلات تمام في نفس الفكرة بالتفاعل الموجود عندي طيب انا هلا يعني من حقي ككيميائي قاعد بقرأ هاي المعادلة اعرف شو طبيعت او الحال فيزيائيه للمواده الموجوده عندي شو طبيعتها يا عاشر بنروح بنعبر عنها برموز تمام وبرجع بحكي هاي مش معلومات جديدة بس انا بحب اراجع عشان نربط الافكار ونقسس ونبني تمام عارفين انتو اسلوغي فعنا ممكن انا بده افترض المادة ايه صلبة كانت فبحط اس اس صلب من سلد مثلا المادة بيه نفترض انها كانت غازية فبحط جي اللي هي من غاز غازية طب المادة سي اللي نتجت بنت افترض انها مثلا كانت عبارة عن محلول مائي اكيوس اكيوس محلول مائي طب شو في غير هذا الرموز اوفي اس اللي هي حالة صلبة من سلد ال 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 لكود ال لكود يعني سائلة بتكون المادة في حالة سائلة جي جاي من غاز غاز اللي هي الحالة الغازية و اكيو اللي هي اكيوس جاي من المحلول المائي تمام طيب طبعا عشان نكتب معادلة كيميائية موزونة لاي تفاعل حكينا احنا بنسبة تسعين بالمية بنعتمد قاعدين على الاحتمال والتجريب صح بس لو بدنا نلخص شو بدنا نعمل اول اشي اول اشي بدنا نعملها على شكل خطوات اول شغلة بنا نحول ناخد معادلة كيميائية لفظية يعني باجي بحكيك مثلا كلور زاد زاد هيدروجين تمام مثلا بودوا يعطيني مثلا اوا مادة المعينة تمام باسمها بدنا نعطي اسماء طبعا ما بدي اهلا احلها بلنه هلا هنحنحله مع بعض تمام طيب بعدين رح نحول هاي الكلمات لرموز بعد ما نحولها لرموز ايش رح نحكي بعدين رح نحاول انوازن عدد ذرات يكون هو هو متساوي طب نشوفها مستبقي أنا بحب بش أحكي كتير بحب أطبق تمام كثرة الحكية بتخلينا نشت فبنحب نطبق تمام كيف بدنا نطبق سابق وحكيت لكم بالبطاقة وبالشرح إنه إحنا فعليا بالكتاب معطينا تقريبا تقريبا نفس الطريقة بس طريقتي كانت أسهل تمام كنا على طول مثلا يجي يحكي لنا اكتب معادلة كيميائية موزونة لتفاعل غاز الهيدروجين مع غاز الأكسجين لإنتاج الماء السائل كطالب مبتدأ لسه ها أموره يعني نسبة 80% تمام بس لسه ضايل 20% بدنا إياها تكون تماما 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 بناخد ايش ناخد المواد وهيك بنكتب بنفسر بنفسر بنحلل كل السؤال تمام نفتفته بنجي بنحكي غاز الهيدروجين بنكتب غاز الهيدروجين طلعوا معادلة لفظية زائف تفاعلة مع غاز الأكسجين معناته هاي مواد متفاعلة مع غاز الأكسجين رح ينتج لي اش رح ينتج لي الماء السائل ركز على كلمة غاز ركز على كلمة غاز وركز على كلمة ماء معناته هادو رح يكون غاز وهادو رح يكون غاز وهادو رح يكون غاز وهادو رح يكون ليكويد سائل تمام طيب ومش مهم هلا عنا غاز ليكويد سائل صلب اللي بدكم ايا مش مهم هلا المهم اني انا بدي اعرف انو دايما الاكسجين والهيدروجين والكلور والبروم كلها هاي بتكون على شكل ذرات ثنائية حكيناها سابقا تمام فعشان كنما اجي احكي غاز الهيدروجين مش تكتب الهيدروجين وتسكت هيك يا ويلو يا ويلو اللي بعمل هالحركة غاز الهيدروجين ذرة ثنائية اتش تو زائد غاز الاكسجين ذرة ثنائية اوتو بنتج لي الماء مين فيكم ما بيعرف الماء والله بطلع له من الشاشة اللي ما بيعرف الصيغة الكيميائية للماء اتش تو او تمام هاي اتش تو او تمام هلا بنبلش نوازن يعني ما ابسطها موازنة الذرات ناخد هاي المعادلة صارت عندي صح؟ بكل بساطة باشي بحكيك عدد ذرات الهيدروجين اتنين من الهيدروجين عدد ذرات الاكسجين اتنين من الاكسجين هات في المواد المتفاعلة طيب بالمواده الناتجه هاي عندي الاثنين هاي المين لهايدروجين شو بدي اعمل بما انو عندي هون اتنين اكسجين وها واحد اكسجين طب نروح بالتجريب بدي احاول اني اوازن الاكسوجينات مثلا مثلا تمام طيب تيجي بتحكي لي مس خلينا نوازن الاكسوجين اللي هون هي عندها واحد طب لو اضربها باثنين بوضبط اضرب الاثنين بس بالاكسوجينة يالا 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 بمن الحركاي بمزع شعره تمام بنروح وين بنروح هون بنحطي اثنين نضرب اثنين في كامل الصيغة الكيميائية للماء تمام فمنحكي 2 في 2 هيدروجين رح تصير اربع هيدروجين طب 2 في وحد اوكسوجين اثنين في 1 رح يصيرently اكسوجين شو بعمل باقارن بصير حكيليك هون Science صار عندي اثنين اكسوجين وهون عندي اثنين اكسوجين، لكن من GU Skills اشي تاني خربنا حون صار عندي اربع هيدروجين هنا تنتين هيدروجين، خربناه بس بسيطة تذبط صح كيف اربعًا هيدروجين هون 2 هيدروجين طب فين العامل المشترك بثلو الاثنين وال بعربعًا تحكي لي مسونا هتربي بثلوه تلوه اتنين يطلب انك حليتا اثنين في اثنين شو رح يتصير اربع هيدروجيين فبعجي بقارن بحكي أربع هيدروجين اربع هيدروجين ظنين الاكسجين Occarel معادرتati موزونه ياس mixed معادرتتное موزونه حليت بس فبكل بساطة لا بو اعمل جدوى الاول ولا بعمل جدول ثاني ولا بقعد أسالف كل هذه الحكي وأحكي لها بكرة تمام خلص حلناها خطوات بسيطة صغيرة وسهلة خلصت وخلصنا لسه بيحكي لك بيحكي 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 يقعد هو فعلين بهذا السؤال بيشوح لك بالضبط انت كيف رح تشتغل كيف رح تعمل كل هاي التفاصيل طيب احنا هيك خلصنا المعادلة خلصناها اه بس ظلت علينا تركب غير بسيطة كله ما بده معادلة كميائي موزونة ديروا بالكم ياما ديروا بالك ما تضيع تعبك في السؤال علي ايش لما يحكيك غاز وسائل وليكود وصلب ما نحددهم فعنه هون هيدو جي نحط عندها بس حرف الجي غاز الاكسجين حرف الجي غاز الماء حرف الليكود سائل بس عشان ايش تاخذ العلامة يعني لو كان على هذا السؤال خمس علامات هياخدت الخمسة من خمسة انت ويعني عليك تمام طبعا هون نفس الفكرة بيجي بيحكي لنا اللي هو اكتر معادلة كميائي موزونة تفاعل غاز الهيدورجين مع غاز الاكسجين لانتاج الماء السائل هذا السؤال نفسه انت هلأ بدك تحاول تحله لحالك اللي هو نفس السؤال يلي احنا حلينا هلأ صح بتحكي لي ليش بدي ارجع احله بحكي لك لا انت لما تحله فعليا قعد بثبت المعلومة بس قوعك توصل مرحلة انك تحله مرة مرتين ثلاث اربع لدرجة انك تحفظ وحفظ لا احنا اللي بهمنا بالكيميا نفهم اللي بهمنا نفهم اذا فهمت صح اصولك تمام تمام ما عليك خوف طيب ننتقل اكتب معادلة كميائي موزونة لتفاعل ها في مواد تفاعلة وين غاز الميثان مع غاز الاكسجين كلمة معي انا اكيد في زاد لانتاج ها مواد ناتجة غاز ثاني اكسيد الكربون سي او تو وبخار الماء شوفوا كيف انا بدي افسر وافصل اول اشي بجي بحكي لنا غاز الميثان زاد غاز الاكسجين تمام بانتجلي غاز ثاني اكسيد الكربون طبعا هذا مش يعني هلا رح احيله بسرعة لانه انتو خلاص صارت الفكرة عندكم تمام غاز ثاني اكسيد يعني فعلي انا بحصة مراجعة انا بعطيك المفتاح وانت اكمل زاد ايش بخار الماء طب فعليا شو اللي صار عندنا يلا نترجمهم يلا غاز الميثان يعني سي اتشفر تمام طيب وبدو يكون غاز طبعا زاد غاز الاكسجين حتي عمي ذرة ثنائية الاكسجين وبدو يكون غاز منتجلي غاز ثاني اكسيد الكربون يعني سي او تو وبدو يكون غاز زاد بخار الماء معروف اتشتو او بس بيكون على شكله بخار يعني بحالته الغازية تمام طيب هاي صارت المعادلة عندي طلعوا ركزو ما عملي اول شغلة بنعملها بنطلع على اعداد اذرات انا هلا بدي امشع بطريق الاعتيادية نفس اللي احنا عملناها بس همي برتبينها النا بجدول شو اللي يحصر عنا نحصر كالتالي عندي واحدة كربون اربع هيدروجين تنتين اكسوجين هادو كله في المواد المتفاعل المواد الناتجة عندي كربونة وهيدروجينتين وثلاثة اكسوجينات تمام اول اشي تطلع على ابسط اشي بينهم عام المشترك ابسط اشي الهيدروجينة والهيدروجينة هون فيه اربع وهون فيه تنتين تمام كيف بدي انا ازيد على هذا الذرات الهيدروجين الموجودة هون في الماء بضرب الماء كله في اتنين شوفوا الماء كله كله ضربته في اتنين طب انا لما ضربت الماء في اتنين شو عملت صار عندي اتنين في اتنين هيدروجين اي اتنين في اتنين هيدروجين صار الهيدروجين اربعة طيب اتنين فيه واحد اكسوجين تمام صار ايش عندي هون في عندي كمان اتنين اكسوجين فايش اللي حيصير مص طلعوا معي هنا اكسوجين 2 وانا صار في عندي 2 تمام فصار عندي المجموع الكل هون 2 اكسوجين وهون كمان 2 اكسوجين هذا بعد ما ضربنا فهون مجموع الكل رح يصير 4 اكسوجينات 4 اكسوجينات بس المهم الهيدروجينة هون صارت نفس الهيدروجينة هون هيا خلصنا منها الهيدروجينة تمام طيب بنيجي ونتطلع عدينا الذرات المواد المتفاعلة والناتجة عديناهم طلع معنا 142 144 طيب خلصنا من الهيدروجين وان بنروح بنروح على عمل اكسوجين بنتطلع هون في عندي اكسوجينتان يا ميس هون في عندي اربع بقدر اضبط بقدر اعدل في عامل مشترك تحكي لي ميس والله ما ابسطها وين العامل المشترك اذا هون عندي اربع اكسوجينات هون عندي تنتين بقدر اضرب هاي في اثنين بتصير اثنين في اثنين كم صارت الاكسوجينات اربع فهي صار اربع اكسوجينات اربع اكسوجينات تمام طيب هاي الخطوة التانية الخطوة التالتة والاخيرة شو هي بروح عندي واحدة كربونة واحدة كربونة بحاجة بدي اعدل عليها بتعمل عليها اشي خلص ما هي موازنة حالها وبتقولك مشان الله لا تصيبني انا موازنة حالي من حالي بتجي تحكي له والله يمسيك تمام تمام صار عندي ذرة كربون اربع ذرات هيدروجين ذرة كربون اربع ذرات هيدروجين هون اربع اكسوجينات وهون اربع اكسوجينات فخلص هي كل امورنا تمام طيب طيب فعليا كل اللي عملنا كالتالي بدنا نحل غير طريقة الكتاب عطريقتي اه طريقتي بتختلف والله يمس نفسها بس بدون جدول طب مست عادة تحللنا عطريقتك زي ما عطتنا قبل شوي اه ماشي يلا منعيوني طلع شو بنعمل اول اشي واحد كربون اربع هيدروجين شوفوا كيف انا بفصل انا هيك بحب تمام وهون اثنين اكسوجين طيب بينما هون بتطلع واحد كربون راح اعمل هيك لغاية يعني وعندي اثنين اكسوجين وهون واحدة اكسوجين وهون نرجع لاثنين هاي لاثنين هيدروجين تمام طيب تمام تجو تحكي لي اشتغلي لاشوف كيف نعمل اول اشي هون عندي اثنين هيدروجين هون عندي اربع هيدروجين شوفوا كيف عملت الكتاب بروح بيجمع كل هيدروجينات مع بعض كل الكربونات مع بعض كل الاكسوجينات بيحطهم مع بعض هيك هو بيعدهم بالكتاب بس انا كمسجينان وكطالب بفضل انك لا ما تجمع يجمع انت بعقلك خلص انت عارف انه فيه بالنواتج ثلاثة اكسوجين بس ما تجمع ليش انه شوي بتخربط يعني اشي بسيط مش انه بتخربط كثير بس حلو انه احنا نعتمد على حالنا هون كيف بنحل طيب كل اللي بنعمله بسيطة يجينا تحكي لي مس هون في اثنين هيدروجين وهون اربع هيدروجين طب بقدر اطلع عامل بينهم مشترك تحكي لي ايو مستل التالي نتطلع هون بحكي عندي 2 اكسوجين هون 2 اكسوجين بينما هون 2 اكسوجين طيب 2 اكسوجين 2 اكسوجين يعني المجموع كل اياته هذا اصلا دوا عقلي انا عارف انه عندي اربعة اكسوجين وين موجودة بالنواتج انت عارف اصلا طب هون عندي 2 اكسوجين بالمتفاعلات بقدر اخليهم اربعة يا ما اسهلها يا ماس بسيجي تحكي لي ماس مضربوهم كلها في اتنين في اتنين هي صارت اربعة اكسوجين باجي بقارن بحكي اربعة اكسوجين اربعة اكسوجين هاي الاكسوجينات كمان صح باجي بضلل الكربون الكربون بتحكي لك لا تصيبني هي انا واحد كربون هون واحد كربون هون فهي صارت موازنة وجهزة بضل علينا ايش بس نحط الغاز اذا فيه لكويد اذا فيه سلد صلب حسب طبعا كلهم كلهم هيكونوا غازات كلياتهم بالاستثناء تمام هيك صارت معادلة موزونة وامورنا 100% فيها تمام طيب طبعا هنا فيه عندنا مجموعة من الامثلة بتقدر انكم تحلون بكل بساطة ويسر وسهولة تمام طيب انا حاب صراحة حابة ان احللكم سؤال كمان خليني اشوف لكم كمان سؤال البسيط يعني بس انه فيه فكرة حلوة وحاب اني ارجع احلو مع طلاب صراحة حتى يعني طلاب بطاقات وغيرهم المفائدة للجميع طيب اوكا يب وانا سؤالي هو اصلا موجود في الكتاب تمام طيب في عنا اللي هي نترات الرصاص بي بي ان او ثري باي تو تنتج لان او تو و او تو و بي بي او تمام طيب هلأ فعليا نميس بكل بساطة باجي باخد انا المعادلة و بفصله و بفصلها نيجي هون بي بي ان او ثري باي تو تنتج لي بي بي او زائد ان او تو زائد او تو تمام طيب كل بساطة خلينا نفصل نفصل عنا البي بي هون هيها اذا واحد بي بي طيب بنروح للنيتروجين النيتروجين الاثنين هاي اصلا موضع على الاكسوجين وعلى النيتروجين فعندي اثنين نيتروجين وعندي كم اكسوجينة هون ثلاثة فثلاثة في اثنين كم رح يصير عندي في عندي ستة اكسوجين تمام طيب بنجي هون في عندي واحد يبير في عندي واحد اكسوجين طيب هون في عندي واحد نيتروجين وعندي اثنين اكسوجين وهون اثنين اكسوجين يعني بالمحصلة هون في عندي خمسة خمسة اكسوجين تمام طيب؟ هون بالمحصلة في عندي خمسة اكسوجين تمام؟ طيب بتيجي لحكي لي مس اوكي عندنا خمسة اكسوجين طيب مس شو ما نعمل اول اشي؟ ماش بحكيك تطلع على الاكسوجينات عندنا هون خمسة كامل خمسة و انا عندي ستة طيب بقدر اخليهم ستة بتحكي لي مس يعني اتوقعه بتقدري طيب كيف؟ وين؟ هون اذا ضربت باثنين رح يصيروا اربع اكسوجين وهون تنتين واحدة يعني رح يصير العدد تقريبا نحكي سبعة لا مش رح نبصل ستة هون اذا ضربنا باثنين رح يطلع عن سبعة طيب هون اذا ضربنا باثنين بتوش حكي لي مس اصلا ابسط اشي احولهم لستة هون تنتين تنتين اذا هاي ضربتها باثنين هيصاروا ستة اكسوجينات زي هون طيب نجرب يلا فمنضرب باثنين فاثنين في بي بي واثنين في الاكسوجين فمنحكي اثنين بي بي هاي ضربناها واثنين او يعني اثنين في واحد هاي كمان اثنين بتوش تحكي لي مس تقريبا هون خلاص الاكسوجين حلينا موضوعها تمام؟ فالاكسوجين هون حلينا موضوعها ننتقل لا اشي تاني هلک هون رح نلاحظ انوا البي بي صارت تنتين صح؟ نحنا منلاحظ انوا البي بي صارت تنتين بتوش تحكي لي مس يا الله ما ابسطها عادي ببني ان البي بي هون صارت تنتين حان هاي تصير اثنين كمان شيف شوف شور حيصير؟ شوفوا يلا تنوجو نضرب كل هاذ المركب تم اثنين بتوش تحكير لك تنين في واحد بي بي هاي صار اثنين طيب هرب بس رح نضرب البيبي بس الرصاص اللي رح ينضرب لا كله فبنحكي اثنين ضرب اثنين نيتروجين رح يطلع اربع نيتروجين تمام و اثنين ضرب الستة اكسجين شو بده يطلع عندي هلا ماش تمام تشت حكي لي يا ميس لحظة 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 شو اللي صار شو اللي صار عنا يا ميس بجي بحكي لك بكل بساطة بكل بساطة طلع شو اللي صار فعليا فعليا انا اللي صار عندي كالتالي 12 اكسجين اربع نيتروجين و ثنتين بيبي هون الرصاص ضبطناها خلص بس الاكسجيني خربت تمام طب نقدر نصلح الاكسجيني بحكي لك لحظة تطلعش على حق عليها خربت لحالها بتتصلح لحالها كيف طلع وينEST ال الطرف اللي احنا ما 절대 نقصا لسه انتLE طلعنا عليك تحكي لي ياه حرام مسكين كالنيتروجين حزينه مكانه هون فيه اربع نيتروجين وهون فيه واحده نيتروجين و يادي اذا اذا بحكي لحظه انعب qualities اللي حالها رح تبط خربت لحالها لحثر بالكم خربت لحالها رح تبط لحاله كيف هون عندي واحده نيتروجين و هنا اربعه اضرب الواحد هاي باربع كاذر نضرب اربع أربعة بواحد نيتروجين Wr012c هي صرت أربعة أربعة بوتين اكسجين هي صارت eight اكسجينات فعدها وعدها فهي صار المجموعہ بس خلينا نشاك مع بعض صح اواتين بي بي صح اربعة نيتروجين صح اربع نيتروجين صح 12 اكسوجينه صح 12 اكسوجينه صح وزناها وزناها انتو هيك انا بعرف انكم وزنتوها قبل ايضا طبعا الاسئلة اللي بعدها كتير بسطين كتير كتير يعني تقدروا تحلوهم لحالكم بس هذا السؤال لانه اصلا هيكا في فكرة حلو تمام طيب تمام ننتقل هلأ لانواع التفاعلات الكيميائية تفاعلات الكيميائية تشمل على تفاعلات احتراق هايلي هي تفاعلات مع الاكسوجين تفاعلات الاتحاد مادتين بتفاعل مع بعضهم بعض وبينتجوهلي مادة تفاعلات التحلن او التفقق اللي هي مادة بتنتج لي مادتين او اكثر وتفاعلات الاحلال الاحاده بصير فيها واحد يبدل مكان الثاني لا منشوف كيف쪽에 تفاعل الاحتراق هو تفاعل مادة عنصر او مركب مع غاز الاكسوجين يعني هون الاكسجين عمللنا اشكالية ضغنونة تمام وبصاحب هذا التفاعل انطلاق طاقة في صورة حرارة او ضوء من اشهر الانثلة على مواد بتحتلق وتعطيني طاقة يا ما اكثر ومن حوالانا زي ايش زي عنا احتراق الفحم فحم شو هو كربون بوجود الاكسجين بيحترق بعطيني ثاني اكسجين كربون وحرارة والاثنين مركب وقود زائد اكسجين اللي هو احتراق الخشب وانواع الوقود المختلفة مثل احتراق غاز الميثان بوجود طبعا الاكسجين راح يعطيني ثاني اكسجين كربون وماء او بخار ماء وحرارة واحتراق اي مادة هيدروكربونية شو هي الهايدروكربونات ميس هي مواد بس مكونة من كربون وهيدروجين فقط فقط فش في تركيبتها غير كربون هيدروجين زي سي فايف اتشتين بوجود الاكسجين تعطيني ثاني اكسجين كربون وبخار ماء وحرارة تمام طيب طيب انا شو مستفيد من تفاعلات الاحتراق انا يعني كامس جنان انا كطالب صف عشر شو مستفيد من تفاعلات الاحتراق بحكي لك يا كلنا مستفيدين من تفاعلات الاحتراق يعني الحرارة الناتجة من احتراق الوقود مثلا نستخدمها للطهولة التدفئة لمليون شغلة لا تحريك وسائل المواصلات والتدفئة وكتير شغلات طيب احتراق الغذاء باجتمنى انت عندك فكرة انه الغذاء بيحترق في اجسامنا عشان نزودنا بالطاقة ولا كيف انت من وقت تجيب الطاقة اللي هلأ قاعد بتحضر فيها حصتك اليوم تمام فهي ناتجة عن عملية احتراق الغذاء فبتمد الجسم بالطاقة حتى يقوم بجميع الوظائف الحيوية المختلفة طيب ننتقل لتفاعل الاتحاد طيب يجب تحكي لي ماذا؟ الطالب الفلاني مع الطالب الفلاني اتحادوا مع بعض اندمجوا مع بعض رح يعطونا طالب واحد يعني نفترض هيك زي لما نحكي مادتين انا لما اخلطهم ببعضهم البعض يوم يعطوني مادتين صار فيه تفاعل صار فيه اتحاد يعني تفاعل مادتين ممكن اكثر من مادتين سواء كانت عناصر او مركبات حتى ينتجوني مركب واحد جديد انا بحط سكر على مي رح تعطيني كاسة فيها مي وسكر مع بعضهم من البعض مادتين اعطوني اشي واحد يجينا الطالب الاول والطالب التاني تمام؟ صاروا صحبة مع بعض كونوا فريق واحد نفس الفكرة في تفاعلات الاتحاد فبنحكي هو تفاعل مادتين اكثر حتى ينتجوا لي مادة واحدة هذا التفاعل العام انهم اي زي البي بعطيني اي بي كمادة واحدة زي اش امثلة ليه تفاعل عنصر النحاس مع الكبريت تمام؟ هدولا عنصر مع عنصر اذا ملاحظين طبعا بوجود الحرارة رح يعطينا ايش كبريتيد النحاس وبنعم نبر عنه طبعا بالمعادلة الموجودة امامنا تفاعل اكسيد المغانيسيوم مع ثاني اكسيد الكربون بوجود الحرارة طبعا رح يعطيني ايش؟ يعطيني كربونات المغانيسيوم مثل ما هو موجود عندنا طبعا شايفين هذا المتلد حكيناه سابقا بعبر عن اسمه دلتا وبعبر عن موجود حرارة في التفاعلة يعني بزود التفاعل بحرارة طيب تفاعلات التفكك الحرارة تفاعل التحلل او التفكك الحراري هي عبارة عن مادة احنا كلنا فريق واحد ايجا واحد بيننا ذعل خرب على الكل رحنا تفككنا كل واحد صار بفريق تفككنا تحللنا فنفس الفكرة بتفاعلات التفكك هو عبارة عن مادة الاب تتفكك تمام بالحرارة منتجة مادتين الاصل اللي هم مواد مكونة لها اصلا طبعا ممكن تنتجي مادتين باصلا ممكن تنتجي مادتين او اكثر تمام طب بنحكي تحلل مركب واحد بالحرارة حتى ينتجي مادتين او اكثر وممكن تكون هاي النواتج عناصر او مركبات عم الشرطه تكون بس عناصر تمام طيب كيف منمثل الصورة العامة مبسط للتفاعل زي ما احنا شايفيا وعنا من اهم الطرق التفكك او التحلل اول اشي استخدام حرارة تمام فمنسميه تحلل حراري اللي هو اننا نسخن مادة بدي اسخنها بتتفكك زي ايش مثلا عنا كربونات النحاس بس ازودها بحرارة بتتحول لا اكسيد النحاس وثاني اكسيد الكربون مثلا عنا الامونيوم او نتعفو النترات الامونيوم بالحرارة رح تعطيني ثاني اكسيد النيتروجين او عفا ثناء النيتروجين او اكسيد ثناء النيتروجين اللي هو الانتو او وبخار الماء تمام طيب مثلا عنا دايكرومات الامونيوم اللي هي انه اجبتها طبعا لطلابي سؤال انه اكتب الصيغة الكيميائية لدايكرومات الامونيوم فنحاول نحفظ معادلة تنين حلوين تمام بوجود الحرارة رح تتحلل وتتفكك لثلاث مواد جديدة اللي همو مركبين وعنصر اللي هو هيكون سي ار تو او ثري ونيتروجين وثي بخار الماء اتنين كيف منعمل تحلل او تفكك اللي هي استخدام تيار كهربائي بسمي بالحرارة سميناه تحلل حراري بالكهرباء بسميه تحلل كهربائي زي ايش زي الماء السائل يامس اذا عرضتوا لتحلل كهربائي باستخدام تيار كهربائي رح يرجع يعطيني غاز الهيدروجين وغاز الاكسوجين تمام طيب هذا كمثال عليهم هلا لو جيد حكيت لك تفاعل الاتحاد كانت المادة ايه زائد المادة بي تعطيني ايه بي وتفاعل التفكك او التحلل شو ما كان تحلل الكهربائي ولا حراري بتكون المادة هي ايه بي بتروح شو بتنتج لي تتفكك مثلا بحرارة تعطيني ايه زائد بي شو الفرق بينهم يامس الفرق بينهم ان الاتحاد ايش ما له عكس التفكك هذا بيكون مادتين بيعطوني مادة واحدة هذا مادة واحدة بتتفكك عشان تعطيني مادتين او اكثر طبعا تمام فهمي عكس بعضهم البعض طيب اربع اللي هي تفاعل الاحلالي الاحادي يا عيني يا مصر تفاعل الاحلالي الاحادي تذكروك هون كان في شوية تحكي عن سلسلة النشاط الكيميائي بتهمنا كثير تمام تفاعل الاحلالي الاحادي هو عبارة عن تفاعل بيحل في عنصر نشط محل عنصر اخر اقل نشاطا منه في احد املاحه يعني بدي افترض انه العنصر ايه تمام ضفتنا العنصر ايه اولى مركب بيسي تمام العنصر ايه ما له العنصر ايه اقوى اقوى من مين اقوى من بي بي ضعيف تمام فشو بروح بروح بحكي لابي اسمع اطلع من مكانك بطلعه بطرده لحاله بالنواتج وبروحوا مكانه مع سيه فبيعطيني الناتج اسي هاي الصيغه طبعا المبسطه ليله فعشان هيك بيكون في عندي عنصر بكون قوي دايما طاغي نحكي عنه دايما حكتلكم عنه قبل بيك بوس الصف هاد بيجي بنقول هاد بيشيل هاد من مكانه بعد قدام بعد ورا بيحط حاله وين ما بده تمام فهون الفكرة في تفاعلات الاحلال اللي احادي من اشهر الامثلة على تفاعلات الاحلال اللي احادي وكتير رح بلكم تاخدوها اخدوها بتاسر رح تاخدوها بعاشر وهين اخدناها ان شاء الله للي رح يكمل علمي باذن الله ما عقب الأول ثانوي رح نرجع نحكي عنهم اللي هي ايش لما انا اضع مسمار من الحديد تمام طبعا ركزوا ان المسمار هذا من ايش من الحديد في محلول من كبريتات النحاس يعني هاد اف ايه والمحلول اللي جواته شو هو كبريتات النحاس اللي هو سي يو اس او فر تمام شو اللي بيصير يا مست اللي بيصير انه بيصير الحديد الحديد انشط من النحاس فبصير الحديد ييجي مكان النحاس تمام ويطرد النحاس لحاله شوفوا كيف بيعمل هاي الحديد بيجي مكان السي يو اللي هو النحاس بيطرد النحاس لحاله بيجي مكان السي يو بصير ايش في عنا ناتج لا اللي هي كبريتات الحديد تمام فكبريتات الحديد هي الناتج بالاضافه لترسب النحاس عشان هيك بتغير عنا اللون شايفينو بتغير لون المحلول النحاس بتجسب فيه طيب وكمان عنا تفاعل عنصر النحاس مع محلولنا ثلاثة الفضه النحاس انشط من الفضه تمام اقوى من الفضه كانشاط كيميائي طب بمس تحكي لي كيف دعرف الحديد انه انشط من النحاس طب انه بلك ما بعرف بلك ما بعرف انه مثلا النحاس انشط من الفضه كل هات يعني هون شوفو النحاس كان انشط من الفضه طرد الفضه ويجا مكانها طيب تحكي لي بس يعني احنا كيف بدنا نعرف باش بحكيك شايف عنا هاي سلسلة النشاط الكيميائي هاي سلسلة بترتب إلها كل العناصر من الاعلى نشاط او بنقدر نحكي من الاقل نشاط للاعلى نشاط اقل نشاط عند الذهب تمام بعدين عندنا الفضة النحاس هيدروجين الرصاص طبعا مثل النكل المنغنيز العناصر اللي هون انا بشكات بها الحروف واسماعية اصلا مش هتستخدموها بعاشر تمام مش هتستخدموها بعاشر ابدا بس هنحتاجها باول ثانوية بس انمه حلو انه نحفظ الاشهر اللي هو احنا ربطناهم بكلمة بصل لكم اخن حر هن فيز تمام هيا بوتاسيوم سوديوم ليثيوم كاليسيوم ومغنيسيوم هاا كلمة بصل وكم بوتاسيوم صوديوم ليثيوم كاليسيوم مغنيسيوم بعدين أخل اللي هي ألمنيوم خارصين حر اللي هي حديد ورصاص هم اللي هي عندنا الهيدروجين والنحاس وفز اللي هو الفضة والذهب فعشان هيك أنا ما أجب دي أقارن النحاس مثلا بالفضة هاي عندنا الفضة وهاي عند النحاس مين الأنشط طبعا كل ما أطلع للأعلى كل ما كان أنشط الأنشط اللي هو النحاس فبما أنه النحاس أنشط كيميائيا وأقوى هو اللي بترد إيش بترد عندي الفضة بينما لو أجي أحكيك حطات عنصر هون مش أنشط من العنصر هون كان أضعف فعلي ما بيحدث التفاعل إذا كان العنصر مش أنشط التفاعل ما بيحدث أبدا تمام طيب بعدين في عنا الدرس الثاني اللي هو مفهوم المول والكتلة المولية طيب تمام نروح بداية على الكتلة الثرية النسبيا اللي هي Relative Atomic Mass اللي هي بنحاول إن إحنا نعبر عنها بـ AM اللي هي Atomic Mass كتلة ذرية طيب كيف بدنا نعبر عن الكتلة الذرية؟ فعليا ماس لما نيجي بنعبر عن الكتلة الذرية بقانون موجود أمامنا أي كتلة ذرية نسبية للكتلة الذرية لمركب عندي شو منعمل؟ أول إشي هي عبارة عن متوسط الكتلة الذرية لنظائر ذرة عنصر ما شو منعمل؟ منواخد الكتلة الذرية للنظير الأول رح يكون طبعا عندنا أكثر من نظير منواخد الكتلة الذرية للنظير الأول في نسبة توافره في الطبيعة عامية زائد كتلة الكتلة الذرية للنظير الثاني في نسبة توافره في الطبيعة العالمية تمام؟ هيك إحنا بنكون حسبنا الكتلة الذرية بكل بساطة يعني وأجي أحكيك إذا علمت أنه مجموعة من نظار عنصر الليثيوم في الطبيعة اللي هو الليثيوم 3-6 تمام؟ كتلة الذرية معطينا إياها 6.2% بنسبة 7.5% والنظير الثاني كتلة الذرية ونسبته احسب الكتل شو بنعمل؟ أول إشي بناخد الكتلة الذرية للأول ضرب نسبة وجوده في الطبيعة عامية زائد الكتلة الذرية للثاني في نسبة وجوده في الطبيعة العالمية اشتغل الغاضيات وطلعهم بوحدة AMU اللي هي وحدة كتل ذرية تمام؟ هاي هي فكرة الكتل الذرية الكتلة الجزائية اللي هي المولر أو الموليكولر ماس تمام؟ كيف بنا نعرفها وكيف بدنا نوجدها؟ الكتلة الجزائية اللي هي الموليكولر ماس هي عبارة عن مجموعة الكتل الذرية الموجودة في الجزائي اللي بترتب الزرات وكلها بروابط تساهمية مع بعضها البعض مقيصة طبعا كمان بوحدة AMU فالكتلة الجزائية اللي المركب بتكون عبارة عن كتلة الذرة العنصر الأول في عدد encourage زائد كتلة الذرية العنصر الثاني في عدد�로 زائد الكتلة الثالث عنص للثالث في عدد درات ولا مخلص عدد درات كلها فكيف نعبر عنها من الرموز؟ نحكي الموليكولر ماس اللي هي الجزئيه بتساويلي الأتمكماس للذره الاولى في عدد ذراتها زائد الأتمكماس للذر الثاني في عدد ذراتها تمام؟ هاي ايش الصيغه اللي هي بالرموز يعني لو اجي احكيك الكتلة الجزئيه لجزئيلما اتشتقه تحسب كما يلي تمام شو باجي بحكي لك باجي بحكي لك انه الاتوميك ماث مثلا للهيدروجين رح تكون مثلا اه اتنين لانه هون عندي هيدروجينتين تمام او عفوا واحد ونضرب في عدد الهيدروجينها طبعا هاي الاتوميك ماث تمام تمام هايها شايفينها ونيجي نحكي مثلا اه في عددها بعدين باجي الاتوميك ماث لالاكسوجين او هي الكتلة الذرية عفوا للأكسوجين هاي واحد و الكتلة الذريه لالاكسوجين عفوا هون عندنا اه خمص percent coincidence طبعا في الجدول الدوري هي بتكون 16 طبعا نقربها احنا فهاي الكتلة الذريه وهي الكتلة الذريه للهيدروجين واحد وكم عنده هيدروجينتين جاتين فمنضربها بعددها زاعد الاصافعذ الاكسوجين عندي 16 تمام فمنضربها في عدد ذريات اللي هى واحده نجمع اللي 16 زائد اثنين سيطلع عنا 18 AMU تمام؟ طبعا احنا نتذكر مع بعض هون دايما دايما بيكون في عنا العدد الذري والعدد الكتري انا بهمني الكتلة الذري هاي هي تمام؟ فانا عشان اطلعت على واحد هي هون تمام هيها بتكون دايما بالاعشار كمان بنسبة بالاعشار وممكن يعطيك ياها بالسؤال مباشرة ما يعطيك ياها بالجدول الدوري يعني ممكن ياها بعطيك الجدول هيك وانت بتطلع منه يا اما ما بعطيك اياها الا مباشرة في عنا كتلة الصيغة اللي هي طبعا نفس الفكرة المستيعي احنا عادم نطبك على كل الصيغة بنفس الفكرة طبعا احنا بنحكي انه الايونات الموجبة والسالبة دايما ترتبط بروابط ايونية تمام؟ هون احنا بنسميها الصيغة الكيميائية للمركب الايوني ايش بنسميها لهي وحدة الصيغة وحدة الصيغة يعني مخصصة لايش؟ للمركبات الايوني فمنحكي وحدة الصيغة هي الصيغة الكيميائية للمركب الايوني وتمثل ابسط نسبي للايونات زي NaCl Fe2O3 MgCl تمام؟ فكتلة الصيغة نحكي هي عبارة عن مجموع الكتل الذرية الموجودة في وحدة الصيغة للمركب الايوني مقصة بي نفس الوحدة اللي هي وحدة كتل الذرية كيف منحكي كتلة ذرة العنصر الاول ضرب عدد ذراته زائت كتلة ذرة العنصر الثاني ضرب عدد ذراته زائت نفس الوحدة نفس الوحدة بلي شوي تمام؟ فهاي هي فكرة كتلة الصيغة فانا في دقاجة احكي لك مثلا احسب كتلة الصيغة النسبية للمركب ALNO3x3 هيها ALNO3x3 تمام؟ ما اعطيك الكتلة الذرية لكل منها بكل بساطة شو؟ شو بدك تحكي لي؟ بتحكي لي مس بساطة جدا طلعلي عدد الذرات انا بدي اطلع عدد الذرات عشان ما اتغلب عندي واحدة الامنيوم وعندي الثلاث هاي رح تتوزع النيتروجين وعلى الاكسجين فعندي ثلاثة النيتروجين وعندي ثلاث في ثلاث اكسجين اللي هي عندي تسعة اكسجين تمام؟ هاي طلعناهم بتحكي لي مس كيف بدي انا احسب كتلة الصيغة بتحكي لي الفورمولا ماس رح تساوي لي اول اشي بروح عميا على الالمنيوم بعدين منروح على النيتروجين بعدين منروح على الاكسجين ايش بعمل بالالمنيوم؟ بتحكي لي مس عدد ذراته اللي احنا هنا حطناهم فوق عشان ما نتخربط عدد ذراته مضروب بكتلته الذرية زائد النيتروجين كم زرات النيتروجين عندي ثلاث؟ فعدد ذرات النيتروجين بكتلته الذرية تمام؟ هايو معطنيها هون فتعطف 14 زائد الاكسجين عدد ذرات الاكسجين مضروب بكتلته الذرية 16 فاضرب بعدين عش بطلع عندك النيتروجين زائد 42 زائد 144 بطلع كتلة الصيغة 213 اي ام يو تمام؟ طيب بعدين في عنا مفهوم المول والكتلة المولية كتير مهمين تمام؟ هدول المفاهيم عنا المول اللي هي الوحدة الدولية اللي نستخدمها في قياس كميات المواد في التفاعلات الكيميائية والمول الواحد بعدلي عدد افوغادرو هاي الافوغادرو عنا في 22 في 10 من الذرات او الايونات او الجزيئات او وحدات الصيغة اللي فعليا منرمز لها بالرمز ما المقصود بالكتلة المولية ؟ الكتلة المولية يا مست اللي هي مسميها المولر ماس تمام نرمز الها بالرمز ام ار ما تخربطوا بين رموز ديروا بالكم هي عبارة عن كتلة مول واحد من الدقائق الماده بوحده يا ايما منحكي وحده جرام لكل مور تمام وهي هي اللي احنا رح نستخدمها تمام و بده يكون رمزها زي ما احنا حكينا اللي هي ام ار فدائما الكتلة المولية للعنصر هي نفسها الكتلة الزرية بس الوحده بتختلف بس يعني انا مثلا لو كانت الكتلة الزرية مثلا الهايدروجين بتساوي لي كذا الكتلة المولية نفسي اشي بس هديك بوحده ام يو وهي بودها تكون بوحده اياش جرام لكل مول تمام طيب طيب هون مثلا لو بدي اجي انا احسب عدد المولات تمام دايما دايما لما منيجي نحسب عدد مولات الماده برمز الها بالرمز ام شو بساوي لعدد مولات الماده دايما عدد المولات كيف بحسبه يا ماس بحسب عدد المولات عن طريق عدد الزرات مقسم على عدد افوغادرو هيك انا حسبت عدد المولات فلو اجيت حكيت لك كم عدد مولات كر ذرة كربون او عفنا الكربون اللي بتحتوي على كم ع 3.1% من في عشرة قوة 23 ذرة فهو ما اعطيك عدد الزرات فانت بتقسم عدد الزرات على عدد افوغادرو تطلع مثلا عدد المولات نص مول اثنين مول اربعة مول واحد ونص مول تمام فعادي جدا لو بدي يجي احكي لنا احسب عدد الجزيئات نفس الفكرة ايا من قانون عدد المولات عدد جزيئات بس ايش رتب ارجع رتب قانون هو ايش بده عدد المولات تمام بده ان فايش بنرجع عن رتب القانون ان كيف بدي اوجدها عن طريق اني اضرب عدد المولات في عدد افوغادرو هايو نفس ما عمل عدد المولات في عدد افوغادرو فهذا السؤال هو ما اعطيك 3 مول وانت اصلا عدد افوغادرو بديك تكون حافظه فبدي يحسب عدد الجزيئات اللي هوان تضرب عدد افوغادرو في عدد المولات المعطيكية بطلع الناتج تمام بس فهي مس فكرة الحسابات بشكل عام بسيطة كتير بس بدي اتمرن ايدك كتير كتير منيح عليها وتحاول قدر المستطاع انك تكون متمكن من الرموز والقوانين كتير سهليين وكتير مترابطين مع بعضهم البعض هيك بالاجمال بنكون غطينا بالمجمل مادة الشهر الاول باذن الله تعالى للطالب يلي بيتابع بيحضر حصتي اولي باول واموره ممتازة وبحل الواجبات وبيبعتلي ومشاء الله عليكم كلكم تمام وللان ما طلعت ولا واحد فيكم حال الواجب غلط فخورة فيكم جدا جدا وان شاء الله فيلنا لقاءات قادمة بمراجعات قادمة طبعا تحية كبيرة لكم وباذن الله موفقين بالعلامات العالية والنجاحات العظيمة وكل توفيق مني انا محبتكم ومعلمتكم جنان فرحانة والسلام موسيقى موسيقى